الصين القوة الفضائية الصاعدة تهاجم القوة الأمريكية الفضائية المشكلة حديثا باعتبارها تهديدا مباشرا لسلام وامن الفضاء الخارجي الخارجية الصينية تتهم واشنطن بتقويد الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العالمي فهل تستعل الأجواء فضائيا وما المخاطر المرتقبة معنا الآن من واشنطن مدير مركز التحليل في ماهد هادسون ريتشارد وايتس سيد وايتس مرحبا بك معنا الصين تقول الولايات المتحدة إدارة الرئيس ترامب تحديدا تحول الكون إلى ساحة معركة إلى أي مدى هذا الكلام دقيق برأيك هذا غير صحيح بالطريقة التي يقولها الصينيون تأسيس هذه القوى الفضائية لن يغير أي شيء نحن لدينا إلى الآن مبدأ عدم تسليح الفضاء وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند ودول أخرى تمارس مهاجمة أقمار اصطناعية من الأرض لذلك هناك بعض المقدرات الأمريكية الموجهة إلى الفضاء وذلك على مستوى تعبئة بعض المقدرات إلى الفضاء لكن ليس هناك تغيير في قدرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن لمهاجمة أشياء في الفضاء يعني تقول لسيد وايتس أن القوى الجديدة لن تغير شيء نحن نتحدث عن فرع سادس في القوات المسلحة الأمريكية إلى جانب القوات البرية البحرية الجوية المارينز مشات البحرية وأيضا حرس الحدود نحن نتحدث عن فرع جديد أدخل على المؤسسة العسكرية الأمريكية 16 ألف موظف مدني وعسكري يعملون في هذا الفرع الجديد كيف يمكن القول أنه لن يحدث أي تغيير إذن لماذا إنشاء هذا الفرع أصلا إلى وقت حديث كل هؤلاء كانوا جزءا من القوى الجوية لذلك التغير الذي يحدث هو أخذ هؤلاء الموظفين من القوى الجوية وخلق فرع جديد للقوى الفضائية ما يفعلونه لن يتغير الذي يتغير فقط الإطار الذي يعملون في إطاره الإطار الذي يعملون فيه وبطبيعة الحال هذا عملت فيه الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت ليس بالقصير في الماضي عندما كان هناك قوى فضائية يتم متابعتها وحيانا يتم الإخبار بأنها تابعة للقيادة المركزية وما إلى ذلك لذلك هذا ليس تغير جدري إلى الآن قد يكون في المستقبل لكن إلى الآن ليس الأمر كذلك روسيا والصين أيضا لديهم قوى فضائية والصين لديها قوى استراتيجية فضائية ولذلك ليس هناك تغير كبير من الجانب الأمريكي في هذا الصدد في المستقبل قد يكون ولكن الرئيس ترامب نفسه سيد وايتس يقول أثناء التوقيع على قرار إنشاء هذه القوى الجديدة الرئيس ترامب يقول الفضاء هو أحدث ساحة قتال في العالم ما الذي يعنيه ذلك برأيه كما تعلم الرئيس ترامب يمكن أن يعبر عن الأشياء بطريقة قد تفسر بشكل عام وفضفاض الذي يحدث خلال العقدين الماضيين هو أن العديد من الدول الآن أصبح لديها القدرة على إطلاق أقمار إصطناعية في الفضاء وكذلك مهاجمت بعض الأقمار الإصطناعية غير المستخدمة الصين أطلقت الكثير من الأقمار الإصطناعية في السنوات الأخيرة أكثر من أمريكا وكذلك الهند أرسلت بعض الأقمار الإصطناعية وكذلك أشياء إلى القمر لذلك هناك الكثير من المستجدات تحدث وهناك تجاه إلى التجارة وتسليع الأنشطة إلى الفضاء في الوقت الحالي من قبل عديد من الدول والآن هناك بعض المستجدات حول الاستخدامات هناك بعض الصور التي أطلقت مؤخرا حول بعض الإطلاقات من إيران التي فشلت وكذلك هناك استخدام لهذه الإطلاقات إلى الفضاء في الاتصالات لذلك العملية الفضائية مهمة جدا للجيش وكذلك للأنشطة البحرية والأرضية عندما نتحدث عن تهديدات سيد ويتس في الفضاء ماذا نتحدث تحديدا هل نتحدث عن قدرات على الاستطلاع والمراقبة هل نتحدث على عمليات تشويش على الأقمار الإصطناعية ما هو التهديد الفعلي الموجود في الفضاء اليوم التهديد الأبرز إلى الآن هو حطام الفضاء تلك النفايات التي تنتشر في الفضاء بسبب مهاجمة قامل الإصطناعي غير مستخدم وبطبيعة الحال هذا الحطام الذي ينتج عن هذه العمليات قد تؤثر على بعض المركبات وبعض الأجهزة المطلقة في الفضاء وهذا عبر عنه بسبب ما حدث مؤخرا من قبل بعض الإطلاقات التي استهدفت الأقمار الإصطناعية غير المستخدمة الفضاء يمكن أن يستخدم لدعم العمليات الأرضية إلى الآن لم نرى أقمار إصطناعية جديدة قادرة على المناورة على الأقمار الإصطناعية وتحليلها وإذا حدث ذلك قد يستخدم هذا من أجل مهاجمة وتخريب بعض الأقمار الإصطناعية الأخرى التابعة لدول ثانية لكن إلى الآن ما يزال أن يطاق محدودا في استهداف الأقمار الإصطناعية الخاصة بنفس الدولة شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل في ماهد هادسون كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطين اشتركوا في القناة